هناك نوعين من الرسائل تنقسم الرسائل إلى نوعين النوع الأول الرسائل الديوانية وهو ما يتعلق بالرسائل الحكومية زي الكطاع الحكومي عندنا وفيه النوع الآخر الرسائل الإخوانية هي التي تتعلق بالرسائل الشخصية الفردية طبعا هناك الموضوع الآخر الذي هو أهمية المراسلات أهمية المراسلات طبعا تأتي أهمية المراسلات من خلال الوظائف التي تؤديها هذه المراسلات للمنظمات الإدارية الخاصة منها والعامة الكطاع العام والكطاع الخاص طبعا يظهر ذلك من خلال عدة نقاط منها أولا تسهيل عملية الاتصال بين المنظمات الإدارية دون أن يكون هناك حاجة إلى اللقاء الشخصي بين المسؤولين لأن عملية المراسلات إرسال رسالة تغني عن عملية اللقاء الشخصي ما في داعي لللقاء الشخصي الرسالة هذه اشتح المكان اللقاء الشخصي إذن هذا أولا ثانيا الرسالة ذات الصياغة الجيدة والصادقة بمحتواها تحقق علاقة طيبة بين الأفراد أو بين الأطراف ذات العلاقة هذه من بعض المزايا التي تحققها الرسالة الصادقة والجيدة والتي تحوي معاني الصريحة موضوعية تحقق علاقات طيبة تزرع العلاقات الطيبة بين الأطراف تقوي العلاقات تعطي نوع من الثقة بين الأطراف ثالثا تمثل المراسلات المتبادلة مستند قانوني أمام القضاء في حالة حصول منازعات بين الأطراف لا سمح الله إذا حصل هناك خلاف بين الأطراف هذه المراسلات تعتبر مصدر قانوني دليل قانوني لأنها يحتفظ بها في سجلات يمكن الرجوع عليها في أي وقت تعتبر مستند قانوني لأن هذه الرسالة تحمل الصفة القانونية إذن يمكن استخدامها في حال المنازعات تعتبر رابعا تعتبر مصدرا هاما للمعلومات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة كما ذكرنا في النقطة رقم ثلاث هي مصدر هام هام جدا يمكن الرجوع إليها كمعلومة استخدامها كمعلومة عند الحاجة إليها لو احتجنا إليها في المستقبل ممكن الرجوع إليها من خلال الكش هناك كش في مثلا المحفوظات هذه الرسالة تعتبر من المحفوظات يمكن الرجوع إليها واستخدامها واستخدام معلوماتها والاستفادة من هذه المعلومات في أي وقت قلة التكاليف من حيث الوقت والجهد والمال المراسلات هي إرسال رسالة إرسال رسالة لا تحتاج إلى وقت ولا جهد ولا مال هي أقل وقت وأقل جهد وأقل تكاليف وتحقق الجودة إذن هي تقلل من التكاليف وبالتالي تزيد من الأرباح لأنها لا تأخذ الوقت الكثير والجهد عملية تنسيك الاجتماعات للمقابلات ولا تأخذ المال لأن الاجتماعات تحتاج إلى أموال طائلة طبعا هذه من بعض أهمية المراسلات سادسا المراسلات أكثر شمولا من وسائل الاتصال الأخرى من حيث المعلومات كثرة المعلومات ممكن أن تكون من خلال المراسلات حيث يتيح لكاتبها التعرض للمواضيع بشيء أكثر من الشمول والتفصيل ممكن أن نفصل أكثر في المراسلات حيث أن هذه الخاصية لا تتوفر في وسائل الاتصال الأخرى الرسالة تساعد على التعرف على الشخص الذي قام بتحريرها طبعا هي وسيلة يمكن من خلالها التعرف إلى الشخص الذي قام بتحرير الرسالة وبالتالي يمكن تحديد المسؤولية والنتائج المترتبة عليها طبعا هناك مسؤولية على من يكتب هذه الرسالة طبعا تتضح ذلك من خلال الرسالة ومن خلال تفصيل الرسالة لأن الشخص المحر للرسالة اسمه موجود داخل هذه الرسالة هناك موضوع آخر وهو الجوانب الفنية في كتابة الرسالة هناك عدة جوانب فينا الجوانب الشكلية الجوانب موضوعية إلى آخره أولا نأخذ الجوانب الفنية الفنية هي الطرق التي تعكس الانطباع الطيب لدى الكارئ أو المستقبل تعطي طابع جيد لتوفر هذه الجوانب الفنية طبعا تشمل الجوانب الفنية نوعية الورق المستخدم اللون المقاسات كذلك عملية التنسيق داخل الرسالة من حيث الهوامش المسافات عملية الترقيم الزاء الرسالة ترتيب الرسالة من الاسم العنوان المرسل التاريخ رقم الرسالة وحتى الموضوع إلى آخر الرسالة حتى التوقيع ترجمة نانسي قنقر